اشتركوا في القناة 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 الحمد لله ان احنا عايشين الحمد لله ان احنا بنعصاب الليل وبيدينا فرصة تانية يوم جديد الحمد لله اشتركوا في القناة 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 عليها يعني عشان هي حضرتك مش عشان حضرتك لكن لو حضرتك يعني مش موجود معنا في الصورة وهي ما بتبعتش تتكلم على حضرتك فحضرتك مش هيباليك وجود خالص في البرنامج حضرتك فده إجابة الأسئلة الكتير قوي 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 أحيان طبعا بنرد بعد شوية عزام يعني حضرتك لما بتقعد حضرتك تلاحي حضرتك بقى جروبات بقى بتدخل على الصفحة بقى وانتم عالكم الرجالة مش عرفة إيه حضرتك وممين إحنا بقى النهارده حضرتك ونتكلم عليها وعلشانها وكذا فإحنا حضرتك قررنا إن إحنا هنديها الحل الذهبي وهو فن الانفصال من حضرتك نجي بقى نتكلم معيك كده يا حلوة الحلوي بصي حبيبتي اللي إحنا هنتكلم عليه ده فن الفصال هو في الخطوبة خلاص ما نمش علاقة خاص بالجوازة ده الخطوبة حلو فن الفصال من خطيبك نمنا واحد لازم تكوني إنتي مؤهلة نفسيا علشانك إنتي يعني ما تختفيهاش كده ما تخرريش النهارده بالليل إن أنا هسيبه في بكرة الصبح أيوة أيوة بقولك يا أحمد إحنا مش نافعين لبعض عمش أفهمين أحمد بس ماشي إحنا مش نافعين لبعض أو فاهمي أيوة صحيح أيوة يا فاهمي إحنا مش نافعين لبعض بلاش لقطة أيوة يا فاهمي إحنا مش نافعين لبعض إيه دي كده بقى مع نفسك كده لما أنت بقى فيه حاجة معينة أو خصلة فيه خلاص جاي هنا هو وإنتي تكلمتي معاه كتير وعدتي وزدتي وعدتي وزدتي هو ما فيش عامل نفسه من تنزانيا وبيسمع من هنا ويخرج من ناحية تانية يبقى أنت تبتيت أهلي نفسك تأهيل النفسي إن أنا هسيبه فنعد أسبوع أو اتنين نقلل عدد التليفونات ما يبقاش فيه حبيبي أو بحبك أو عامل إيه أو وحشتيني نبتدي نركز على الحاجات اللي مدايقانا منه أكتر من الحاجات اللي معلقانا بيه نبطل نسمع وإحنا معاه ها إحنا نسمع سيب نوش إحنا بنهدي بس بنهدي كده نفسنا عشان ما ناخدش الصدمة كده خلاص نمرأ اتنين بقى لازم يكون وجها لوجه لا مكالمة تليفون ولا رسالة ولا أبعث له واحدة صاحبتي ولا أبعث له جواب ولا إيميل عشان بشوف بشوف الناس بتسيب بعض على الإيميلات ها ولا إيميل وده كلام جينس لبيرمن جينس لبيرمن فيه مقولة كده أنه اسمه يا جماعة دوك ألي تانكيو الانفصال عن طريق رسالة هو مخرج الجبناء تانكيو يا سالمة دوك ألي وانتي مش جبانة حبيبتي فانتي هتفعودي قدامه ده نمرأ اتنين هتفعودي قدامه علشان تسيبيه نمرأ تلاتة لازم نختار الوقت المناسب ما يفعش نختار أي وقت والسلام يعني هو لو عامل حدثة اللي قدر الله عنده مصيبة فيه ثانية واحدة جماعة فيه حالة وفاة نفسان هو تعبان يعني معلش برضو فيه حاجة سماعة عش احنا لازم نحافظ عليها فلازم نختار الوقت المناسب وانا أصلا أهلتني اللي انا سايباء خلاص تمام طيب كمان الكلمات اللي احنا بنستعملها مع الانفصال بلاش كليشيهات بلاش انت تستاهل واحدة حسن مني الموضوع مش غلطتك دي غلطتي اصلا انا ماما شايفة ان احنا مننفعش البعض اصل انا بحبك بس انا الحب حاجة والجواز حاجة تانية نو يا حبيبي مش حينفع خاص لانه حيفضل موجود على فكرة لو انت عايزة تتيبي بجده هو حيفضل موجود فحضرتك لازم تقوليله انا مش عايزة اكمل مثلا لانك انسان غيور نبهتك اكتر من مرة وانا الموضوع ده خلص عندي مفيش حاجة اسمها مساحة مفيش حاجة اسمها ودينا 14 مفيش حاجة اسمها مساحة مفيش حاجة اسمها ندي نفسنا شوية وقت ونرجع نفكر تاني مفيش حاجة اسمها اسمها اصلي انا طب سبني شوية اهدى وبعدين بعد كده نرجع نتكلم لا لا احنا حنسيب بعض لان انت انسان غيور وانا بقالي سنتين بتكلم معاك في القصة دي وانت ما بتتغيرش وما فيش حد بيتغير وانا بنهي بنهي شامعين بنهي العلاقة دي دلوقتي ولا بعدين ولا هاخد وقت عشان نهدى ولا هاخد وقت عشان نرتاح ولا هاخد وقت عشان افكر هلو الكلام نمنا الخامسة بقى اللي حصل ده دون لوم او عتاب يعني مش انا قلتلك ان احنا هنسيب بعض لو انت فطل تتعملي بالمعاملة دي حرام عليك شفت انت وصلتنا لايه يا حبيبي لا لا لو عايزها تسيبيه بجد بجد ما يفعش خلص تكلمة طريقة دي طريقتك معايا واسلوبك ما كانوش كويسين مما قدى ان انا خدت القرار واحنا هنسيب بعض يا صلاة النبي يا حسن بس خلاص خلصتو نمرة ستة اقطاع عرق وسياحي دمو خلصت الحوار العلاقة خلصت باي هنقوم مش لازم نقعد ساعة واثنين وثلاثة واربعة انتهى العلاقة ممكن يحصل في نص ساعة تمام لا ستة واحدة انا عارفة انه طاعر وسياحي دمو ده ليندا يونج ليندا يونج هي قادة الكلام ده على موقع اسمه سايكولوجي توداي نمرة السابعة بقى دي مهمة جدا ودي فيها نوع من الرحمة كل الكلام اللي احنا بقول ده كلام علمي ها ده مش كلام بضوة شيربيني ادي له قدامك مساحة انه هو يتكلم يتكلم انه هو حتى لو هيعايت بقى ويقولك فوقه ويقولك انا ما كانش قصدي لما احنا حصل ما بيني وما بينك الموقف الفلاني ولاقيتك بتسلمي على فلان وكذا ادي له مساحة من الوقت ودي الرحمة انه يقول رأيه يحتزر يفهمك حتى لو انت خلاص احنا خلاص احنا خلاص احنا خلاص خدنا قرار لكن ادي له مساحة صغيرة جدا انه يقول رأيه السؤال اللي بعده بعد ده هل نفع ان يكون صحاب لا ما يفعش تكوني انت هو صحاب ولو هنفع تكون صحاب مش اقل من 6 شهور يطقت فيها جميع انواع التواصل سواء كان التواصل الاجتماعي سواء كان مكلمات التليفون سواء كان الخروجات سواء كان ان انا بسمع عنه خبر من صحابه او هو بسمع عني خبر من صحابي احنا بنقطع عرق ونسيح دمه القصة خلصت وانتهت خلاص خلاص اللي بعده بقى بقيت الموضوع لان ده احنا كنا يعني اللي انا بقوله ده علمي جدا احنا بقالنا 15 يوم بنطلق ابحاث ودراسات كتيرة جدا طيب ازاي بقى اقدر اخف وتعالك من العلاقة خلاص انا جيت عن نفسي وانشفت وقعدت قدامه وقولت له احنا هنسيب بعض والدنيا تمام وقطعت عرقه وسيحت دمه وخلاص وخلصنا مفروض اعمل ايه بعديها مفروض بعديها والكلام ده كلام علمي ممكن يا جماعة تفكروني كده مين احنا قلنا مين اللي كان قال الكلام ده أليسن أرنود تانكيو أليسن ايه يا سلمة طيب التجمعات سوكو بعيد جدا اشتبقوا عارفين بس أليسن أرنود كان فيه ارتكل كده مكتوبة بيتقال فيها اكتبي اهم خمس حاجات كتا عقباكي في العلاقة دي علشان اهم خمس حاجات عقباكي في العلاقة دي هي أهم خمس حاجات انتي حتشوفي بيها أو حتشوفي الراجل اللي بعده فيها يعني أهم خمس حاجات كان بيشجعني في الصغر كان كريم معايا جدا كان بيقولي كلام حلو كان كويس مع أهلي كان كويس مع صحابي مش دول خمسة اللي جاي اوتوماتيك لي اوتوماتيكيا هتلاقيها في الراجل اللي قدامك هتختريه بسبب الخمسة دول وحقصد الخمسة دول هتكتبي خمس حاجات اللي هي أسوأ خمس حاجات في الراجل عصبي غلاط بتاع الستات متكبر وكداب فالخمس صفات دول أول لما هتشمل كده حاجة في الراجل اللي قدامك هتبعيدي عنه تماما والخمسة دول قصادة الخمسة دول تكتبينه ويفضلوا قدامك الراجل اللي جاي حيبقى فيه خمسة دول الراجل اللي جاي مش حيبقى فيه الخمسة دول شوف ببعد كم خمسة حاني يعني حضرت إن شاء الله ده فعند الانفصال ده تعملي إيه وده تبعيدي عنه إزاي كل كلام ده كلام علمي أبحاث نخش بقى في المشاكل أول مشكلة معنا مشاهداتي يا عزيزات أختي حبيبات هي اللي بانوتا عايشة في أوروبا وأنا بقول الكلام ده عشان هي قالت لي دين يعني أمارة كتبت الرسالة كلها بالإنجلش لأنه هي صحيح مصرية لكن العربي بتاع بعفي حبتين أرجو أن انت يكوني كده فهمت هي أن هو انت الدقيقة جابني كلامها لأن أنا حسيت أنها رغم أنها عايشة في أوروبا يعني عايشة في دولة غير عربية لكن هي متدينة جدا هي عندها 22 سنة مساحبة بنت هناك أعتقد عربية أو مصرية ليها أخ ولد عنده 30 سنة ابتدوا يعجبوا بعد في سبتمبر اللي فات 2018 المهم أنه هي شفيته من 2018 لدلوقتي مرتين والبنتي حبيبة قلبي رغم أن هي عايشة في دولة أوروبية والمفروض أنه هناك المعايير بتبقى مختلفة عن الدول العربية لكن هي بتقول أنا عارفة أن أنا لما قابلته بنية أنه ممكن يحصل حاجة ما بيني وما بينه دي نية حرام لحبيبة قلبي والمهم أنه الولد يعني عمل مجهود عظيم جدا عشان يقابلها في المارتين دول وبعد ما قابلها في المارتين دول حاله اتبدل والحال بقى غير حال هي اللي تبعت فهو يرد عليها تاني يوم ما بيكلمهاش خالص أن في جواز بيعمل أن هما مش مرتبطين ورغم كل ده هي لما بتحاول مثلا تعمل حاجة أو مش عارفة إيه أو تخرج أو كذا بيعمل أن هما مرتبطين راحة فين وجيمنين وبتعميه وكذا لكن أنا مفيش ما بيني وما بينك أي حاجة هي بتقول أنه هو المفروض هو يتحرك وييجي بسهو ما بيجيش فالمفروض أنه نحن نعمل إيه عارفة زوحليقة الزوحليقة دي بتاعت العيش طه غريب طلعوا سلم ويقوموا من على الزوحليقة والزائل قدامه يقوموا منزل في الحلزونة ها قاتي هتعمليه كده هتعمليه كده يعني هم كده الزائرة دو هتختفي تماما تماما لا هتبعتي لا هتبعتيه تاني ولا هيترد على الرسائله وزي ما لفح حواليه نفسه في الأول على الشخطر يعرف يوصل لك ويقنعك لأنك بنت متدينة ومسلمة ومش عايزة تعملي حاجة حرام وكذا أنه يقابلك مرتين وإنت يضميرك واجعك قوي عشان المرتين دول هترجعي تاني زي ما بيقولوا لخانة ألف ده مش هيبعت له رسائل تاني ولما هيبعت رسائل مش هيترد عليه وأقولك بقى كمان هتعمليه له سين ها سين دا لو أنا شفت رسالتك وما بردش ما ليش مزاج ما ليش مزاج اسبوعين لو هو عايزك بجد ومش واخدك تحدي ومش واخدك أحجبها يعني أحجبها وبعدين بعد كده مش هتفرق معايا هيصبر وهيفضل وراكي لحد ما يعرف أنت تغيرت لي لكن هو لو واخدك عشان يتسلى ويلعب أو أن أنت مش فرقة معاه خالص هيتقل على الله ويبقى مع ألف سلامة وأولل بقى عارفة الأولل؟ ها؟ وراه وشكرا جزيلا وشوفي حياتك وخليكي بقى عارفة أنه النزعة بتاعت الدين دي اللي جواكي رغم أنه الحياة المفتحة اللي أنت عيشة فيها عاملالك أو أنت عاملالنفسك قيود جواها اعرف أن أنت إنسان صالح والإنسان الصالح ده ربنا بيهدي بيرزقه ومن دمن الرزق بيبقى الزوج الصالح لأن أنت صالحة خليكي بقى مصدقة جدا في ده ها؟ واعملي بقى لأنا بقولك عليه لو سمعت المشكلة التالية مشاهدتي عزيزات بنوتا صاحبتها سرقتها المفهودة أنها متربية معاها من صغرهم من صغرهم والأم ما كانتش بتحب صاحبة بنتها ولكن البنت كانت متمسكة بيها جدا وحبها جدا وكل حاجة وما ليش دعوة يا ماما وانتي مالك وحاجات كده كده يعني طبعا الاتهام دايبا بيكون لكل الناس اللي موجودين في البيت اللي بيساعدوا الأمة في البيت طبعا عمر ما حد تخيل أن هي البنت دي لحد ما هما كانوا شلة يعني بنات البنت اللي هي صاحبتها دي اتخنقت مع واحدة تالتة اللي هي عارفة أن هي هما يعني مع بعض فالبنت التالتة دي راحت قالت للبنت صاحبة المشكلة أنه فلانة بتسرقك راحت واجهة صاحبتها فقالت لها مش أنا اللي جات قالت لك هي اللي سرقتك مهم يعني يفضلوا إيه يعملوها زي الكورة ودي تقول لها دي ودي تقول لها دي وهي طبعا مشكلتها في البنت اللي هي بعتها عليها مش البنت التالتة هي مشكلتها في صاحبة عمرها والعنوان كان إنه صاحبة عمري حرمي هاد باتسي بتقول إنه أنا أصلا مش قادر تخيل مش قادر استوعب إنه أنا البنت اللي كانت بتنام جنبي في السرير واللي خرجنا مع بعض واللي اتحكنا مع بعض واللي مش عارفها إيه حرمية وبتسرقنا أنا ده نمرة واحد نمرة اتنين مش عارفة أعمل إيه دي معي في كل حتة وبندرس مع بعض وجوي ساقين جنب بعض وكل حاجة الوقت وفي النادي مع بعض وكل حاجة مع بعض نمرة تلاتة أروح أقول لما ميتها أنا خلاص أمي عرفت وبهدلتني وقالت لي وشفتي وبتاعمل شفقة روح أقول لما ميتها روح أقول لأهلها ولا ما روحش دي نمرة تلاتة نمرة البعض إزاي هسق في واحدة تانية يعني إزاي هخلي واحدة تانية تبقى هي تبقى صاحبتي نمرة واحد كلنا منتعلم ما فيش أي حد بينجح من غير ما يفشل ما فيش أي حد بيبقى ناصح من غير ما بيتضحك عليه ما فيش أي حد بيسموها بالبلد دي كده بيبقى مدأدأ غير لما بيأشاف وحش كتير قوي فحاته نمرة تنين طبعا لازم تقول لما ميتها لأن البنت دي أكيد مريضة لو أنتو لتنين نفس اللبن لو أنتو لتنين نفس المستوى الاجتماعي وطلعين مع بعض وعنية كنتو المفروض مليانة وهي بيت السرائق بدل ما تطلب من أهلها فأنتي رازم تقول لأهلها لأنكيد البنت دي مريضة وفيه مرض مرض السرقة بيبقى ناس ولاد ناس جدا ولاد مش عارف ايه ولاد ايه وتلاقي بياخدوا الشوك والسككين والمعالق والمش عارف ايه وياخدوا الحاجات ويخبوها وفيه ناس حرامين تولعات وكده يعني بتحصل نمرة ثلاثة مش لازم تعملها فضيحة بس لازم تقولي كل الناس المحاتين بيكو أن البنت دي قزتني وانا مش عايزة أقولها هي قزتني في ايه ومش حينفع عارفها تاني علشان تعرفي تسلكي نفسك منها نمرة اربعة دي الاخيرة تسقي تاني في الناس ازاي في لحاظات فارقة بتحصل لنا في الدنيا بتشقلبك وبتغيرك اللحظات دي ممكن تحولك من إنسان لإنسان تاني آه فيه نفس صفات الخير وفيه نفس صفات الشر لكن يقوى ثقف النفس تزداد جدا ثقف اللي حواليه تقل الصحاب يقل له والمعارف تزيد الجدانة ما بتتوزعش عالكل بنفس المعايير فأعتقد إنه اللي حصل لك دلوقتي هو كان درس سليكي يطبق عليه اللي أنا قلته بعد شوية وقت وقت الوقت ها هو عامل وقت هتقوي هتبقى أخوى مما كنتي هتعرفي تتكوني صدقات جديدة يمكن أحسن يمكن بشكل مختلف يمكن دا اللي حيشتغل أكتر من دا فهتعرفي تنقلك بنتين تلاتة شبهك لكن الثقة مش هتبقى زي الأول وأحسن وأحسن إن الثقة في نفسي تبقى أكتر من ثقة في الحواليه حاضر للكل كتير بقى كفية فعلا أنت عندوكم حق أنا كنت بقولوا هوني مش حارفة تكلم كله عشان أنا منفخة مددايقة ومكتعبة أو كده بس ما فيش فايدة فيها مشاهدتنا بنرجع لبسامل حلوة منك الحلقات الجديدة هنبتدي بتقرير صغير ونرجع لكم من هي وبس